موسيقى طبعا معلوم للجميع أن المسيحية خرجت من رحمة اليهودية ومن ثم المسيحية كانت نوع من الإصلاح أو الثورة أو التغيير والتجديد لما هو يهودي وبالتالي حدث صراع لم ينتهي حتى هذا اليوم بين الأصل اليهودية وبين الذي خرج منها وهو المسيحية هذه المقدمة مهمة عشان نقول أنه اليهودية أسست لفكرة أن التبرير أي أن يكون الإنسان بارا حينما يعمل بأحكام الناموس ملحوظة دي عن لعيها ببساطة في الإنجيل حسب قديس لؤة لما بيسرد قصة ذكرية وألي صبات ذكرية الكاهن أو رئيس الكاهن أن كانت كلاهما بارين النص يعني بيوصف بارين وسالكين في أحكام الرب بلا لوم فتعريف البر في منظور اليهودية والتسليم اليهودي هو أن الذي يعمل بأحكام الناموس يصير بارا بناء على ذلك يتبرر به فمقياس البر هو تنفيذ أحكام الناموس المسيحية بقى دخلت على الخط بتعريفات ثورية مختلفة أولا أن العهد الجديد قال بطريقة محددة أن الناموس لم يكمل شيء أن الناموس لم يحقق غايته وأن كل اللي قدر يعمله الناموس هو أنه صار مؤدباً أو ضابطاً للشعب اليهودي المنتظر ييجي منه المسيح مؤدباً أو ضابطاً سلوكياته إلى أن يأتي المسيح ولكن هو لم يستطع أن يصل به إلى البر لماذا؟ احنا بقى رحنا للتعريف المسيحي لأنه التعريف المسيحي قال أنه لا يوجد بار ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا معه جميع البشر يعمل طب وبعدين مين البار البار الوحيد هو الذي بلا خطي اللي هو ميت اللي هو الله فلا يوجد بار ولا واحد ومن ثم فالبر في المسيحية هو أن البار اللي هو الله يمنح هذه الحياة البار الكاملة إلى الإنسان فكرة أنه يمنح حياته البار إلى الإنسان تساوي كلمة التبرير فالتبرير ليست معناها البراءة لكنها جاية من البر ومن ثم فمعناه التبرير يساوي أن يجعله باراً كيف في التعريف المسيحي يجعله باراً اللي هو الله بأن البار الوحيد يهب حياته البارة هذه للإنسان فيبرره هنا البر صار منحة الإنسان ما عملش حاجة هو استلم فهو ليس متفضلاً في شيء ولكن هو تسلم هذا البر بقيت الكلام تبع التعريف المسيحي كيف ينقل الله حياته البارة إلى الإنسان من خلال التجسد من خلال المسيح ومن ثم فكيف يحصل الإنسان على حياة الله البارة بالإيمان بالمسيح والإيمان بالمسيح هنا مش مجرد التصديق ما الشياطين مسدعين أن المسيح ابن الله لا الإيمان بالمسيح هو زي ما بيقول إنجيل يحنى الذين قابلوا أعطاهم سلطاناً أن يصيروا ابناء الله المسيح هو وسيط نقل حياة الله أي البر من الله إلى الإنسان هذه العملية المهمة نقل حياة الله من الله إلى الإنسان هو ما اسمه التبرير كيف يحصل عليه الإنسان من خلال قبول المسيح الوسيط الوحيد طبقاً للكلام المسيحي بين الله الآب السماوي والإنسان التبرير كما أفهمه وكما شرحه الرسول بولوس في الرسالة إلى رميا يقول أما الآن فقد ظهر بر الله بدون النموس مشهوداً له من النموس والأنبياء بر الله بالإيمان بيسوع المسيح هذا الإيمان بيسوع المسيح شرحه إنجير يحنى أنه هو النور الحقيقي الذي كان آتياً إلى العالم لكي ينير كل إنسان فالذين قابلوا أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أبناء الله فإذن البر هو أن النور الحقيقي الذي كان آتياً إلى العالم أنار الإنسان فأنا بقى محتج بقى على الكامل والظهر ما يعمى النور نور دخل جوايا فالنور لا يمكن أن يكتم فهو كامل وهو ظهر حتى لو كان النور الذي يشع مني محدود القوة لأن في بداية الرحلة لكن لازم فيه نور لازم اللي جوا ده يخرج بره ولكن فكرة إنه هو خد التبرير يعني خد النور بس مش باهد عليه حاجة وبعد كده هيظهر عليه النور أنا طبعاً الكلام ده لا أراه متسخاً مع اللهوت المسيحي أو مع على الآن اللهوت اللي أنا فاهمه يعني هنا بقى فيه يعني كسر فيه التاريخ اسمه التبرير بالإيمان بالمسيح وليس بأعمال النمو النص يبقى كده في العهد الجديد في رسالة روميا فاختزل منه وليس بأعمال النمو واختزل منه بالإيمان بالمسيح بقت بالإيمان مجردة ولما بقت بالإيمان مجردة من غير ما تبقى بالإيمان بالمسيح ومن غير ما يتعمل لها تمييز وليس بأعمال النمو صالت كلمة التبرير بالإيمان بماذا؟ طب واحد يقول لك طب أنا مؤمن إذا كان الإيمان طب أنا مؤمن فصار كمان الاختزال إلى تعريف الإيمان بأنه التصديق تصديق بإيه؟ مصدق إن المسيح ما تعصري أنا مصدق مصدق إن المسيح ابن الله أنا مصدق فبهذا الشكل اتعملت هذه الاختزالات من الجملة الصحيحة حسب رسالة روميا اللي هي أن التبرير هو بالإيمان بالمسيح وليس بأعمال النمو اشتركوا في القناة